تواصل قوات من الباسلة تقدمها وإحكام الطوق على إرهابي جبهة النصف في القصير بريف حمص وتقطع طرق إمدادهم من لبنان بعد السيطرة على قرى التلحنش وعين الساخنة والدوسرية على الحدود السورية اللبنانية تتابع كاميرا الإخبار جولتها الميدانية لليوم الثاني على التوالي في ريف القصير الجنوبي لترصد واقع القرى والباساتين التي بسط فيها بواسل جيشنا الأمن والاستقرار وصلنا إلى منطقة تلحنش على الحدود اللبنانية السورية كما نشاهد سلسلة جبال القلمون وهذه المنطقة هي عبارة عن مكان تواجد كان كبير وهام لإرهابي الناتو هذه المنطقة كانت تواجد فيها بشكل دائم للإرهابيين وهي سلط وصل حتى بين عرسال والنبك بالاتجاه هذا والعكس فكانت بشكل دائم المجموعات الإرهابية المسلحة متواجدة بها المنطقة ومن هنا على عرسال على جوسي على القصير بشكل دائم والحمد لله نحن في الفترة هذه القصيرة استطعنا أنه نقطع لهم الطريق بعد مرورنا بالنقطة 14 ثم منطقة تلحنش ومشاريع العبودية الآن وصلنا إلى منطقة رأس الماء أو ما يسمى عين الساخني سيطرة الجيش العربية السورية على هذه المنطقة رأس الماء قطع خط إمداد كبير لإرهابي جبهة النصرة من لبنان إلى داخل منطقة القصير شاهدين الكرام ووصلنا الآن إلى المدخل الجنوبي لمدينة القصير كما نشاهد الآن مدخل القصير الجنوبي ها هي مدينة القصير أول شيء بالبداية نحن بمنطقة المشتل منطقة المشتل هي منطقة آمنية أننا نحن بالمواجهة أمامنا هذا منطقة اسم جسر المشتل هالطريق هذا مؤدي إلى بلدة القصير طبعا نحن بدأنا بعملية من جوسي من جوسي وصولنا الحسين إلى زراعة والآن العمل قائم في بلدة الدوسرية تم السيطرة على بلدة الدوسرية وتم طرد كافة الإرهابيين الموجودين في بلدة الدوسرية من هذه المنطقة ومن ثم تم السيطرة على مدخط الماء أو محطة تصبيت المياه في بلدة القصير هذه الحالة تم إحكام الطوق تقريبا بشكل كامل على مدينة القصير نتيجة العمل الذي تم غرب العاصي والعمل الذي تم من بلدة جوسي باتجاه بلدة الدوسرية باتجاه منطقة المشتل معاناة الأهالي من إرهابي مرتزقة الناتو وعجبهة النصرة انتهت بدخول الجيش العربية السوري إلى هذه المنطقة شو كان يصير ما نعرف قاعدين ببيوتنا هجموا علينا على البيوت المسلحين قتلوا لجوزي علبة وعند ثلاثة أطفال وخربونا بيوتنا خربونا رزقنا والله مبارح هجموا علينا المسلحين وطفشنا وجينا لهون وليك أغراضنا وليك هذا والله يخلينا هالجيش يعني راح جابونا أنا والبنات وليك وقاعدين هنا لأخبار التلفزيون معين درغام من مشارف مدينة القصير